سلام بكل موسم أفلامه الخاصة وشهر ديسمبر بالتحديد لديه أفلام خاصة به أفلام تجعلك تعيش أجواء الشتاء وأعياد الميلاد أنا سبيا مسعودي في هذا الفيديو سأرشح لكم مجموعة كبيرة من الأفلام لتشاهدها طيلة هذا الشهر نبتدئ قائمتنا مع فيلم جروند هوك دي في أجواء شتوية لا تنتهي يجد رجل طقس نفسه يعيش اليوم ذاته مرارا وتكرارا وعليه التأقلم مع هذا الوضع فهل سينجح بذلك أم لا فيلم هوم لوم فيلم الكريسمس الأشهر يحكي قصة أسره تسافر في عطلة رأس السنة وتترك الطفل ذات ثماني سنوات وحده في المنزل وعلى هذا الطفل أن يواجه وحده عصابة تحاول سرقة منفله فهل سينجح بذلك كلنا نعرف الإجابة ولكن لنمثل أننا لا نعرف ونشاهد الفيلم مرة أخرى في الموبادين طوام بارتو يقدم لنا هذا الفيلم قصة الدبي بادينتون الذي يسافر إلى لندن بحثا عن أسرة تحتضنه لكن حين يصل لا يجد لندن كما كان يتوقعها فيلم فورث مجال فيلم سويدي يحكي قصة أسرة تذهب إلى عطلة شتوية في جبال الألم لكن حديثة ما تضع العلاقات في الأسرة كلها تحت الإختبار أما أفلام الأنميشن فأرشح لكم ثلاثة أفلام أول هو فيلم فروزن وهو فيلم ديزني الشهير الذي يحكي قصة مالك إلسا التي تستخدم بالخطأ قوتها السحرية في تحويل أي شيء إلى الجليل فتجد نفسها تعيش في شتاء لا ينتهي أفلام الأنميشن التي أرشحها لكم هو فيلم The Baller X-Trip تحكي القصة عن فتى صغير تراوضه الشكوك حول وجود سانتا كلور في عشية عيد الميلاد يجد البطل الصغير نفسه دون مقدمات على متن قطار سحري متجه إلى القطب الشمالي حيث منزل وكسانتا كلوز نفسه فهل سينجح بذلك؟ وهل يؤمن بوجود الأشياء الغير المنطقية؟ هذا ما ستتعرفون عليه في هذا الفيلم أما الفيلم التالي الذي أرشحه لكم مواف You've Got Me واحدة من الأفلام الرومانسية المناسبة لفصل الشتاء يحكي قصة صاحب متجر كتب كبير يقع في حب امرأة تمتلك متجرا صغيرا للكلاب يتحدث الاثنان عبر الإنترنت ولا يعرفان بعضهما في الواقع فهل سيلتقيان أمنى حديثهما ومشاعرهما مكتتمة فقط عبر الإنترنت؟ لا؟ لا، لا تفعله في الوقت التي تفعلها ستجدوا جميع المعرفة لك في مدينة في كل شخص يبحث عن شخص جو وكاثلين لدينا أفلاما لم أذكرها الان هو أن لا أعرفها وانتم قولوا لي ما هي الأفلام التي ستشاهدها في هذه الأجواء الشتوية؟ واقترح علينا أفلاما لم أذكرها الآن كان هذا بكل شي عندي لايك للفيديو اللي أعجبكم شاركوه بالأصحابكم وقلوا لي رأيكم في التعليقات وش هي المواضيع والأفلام والمسلسلات اللي حابيني أني نحكي عليها كان أنا معكم مسؤلت ميان دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته